التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون مصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع كل من المستشار الألمني أولاف شولتس ورئيس المجلس الانتقالي اليمني رشاد العليمي ورئيس كوتوفار الحسن وطارة وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح حيث قدموا تحياتهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصهم على مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر وخلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية على هامش الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية حيث بحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف نقش وزير الخارجية أليات التنسيق والتعاون إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكدا من جانبه حرص مصر على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أفاق أربح وأرحب وأوسع هذا وعقد وزير الخارجية اجتماعا مع رئيس وزراء كرواتيا ووزراء خارجية الجزائر وكينيا وإريتريا وناجيريا ومولاكو ووزير الدولة الأغندية ترجمة نانسي قنقر